موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد أفد الكاتب العام لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى وتشغيل الكفاءات نردين بن خليلي بمراكش أن الوزارة تلتزم بتعبيات 170 مليون درهم في سنة 2024 وذلك من أجل دعم مجال ريادة العمال من خلال برنامج أنا مقاول وقال السيد بن خليلي إن هذا الغلاف سيستفيد منه 25 ألف من رواد الأعمال وحامل المشاريع لدعم إنشاء المقاولات الصغيرة من جهتها أوضحت وكيلة الأمينة العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا رولا داتشتي أن إسكوا وشركاؤها التزموا بتخصيص 177 مليون دولار لتمويل المشاريع المتنهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات متنوعة وكذا تقديم تدريب لتعزيز قدرات 55 ألف شبا عربيا وارواد أعمال عرب خلال عام 2024 في خبر آخر أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بيتعاون مع داري الصانع بالرباط ثلاثة برامج لدعم تنفسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية وخصصت هذه البرامج ثلاثة التي تم إطلاقها خلال حفل ترأست وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وتضامني فاطمة الزهر عمور لتحفيز نمو صناعات التقليدية المغربية وتجويد تنفسيتها وتوسيع نطاقها الدولي تتوزع هذه البرامج على برنامج التميز وبرنامج دعم الصادرات وبرنامج دعم المجمع وبالرباط دائما وقعت كل من الدولة ومجموعة نيكسان بروتوكولاي اتفاق لإنشاء مصنع ثالث بالمغرب خاص بكبلة الطاقة ذات الضغط المتوسط وتروم هذه الاتفاقات إنجاز مشروع استثماري تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون يورو بحلول عام 2026 ومن شأن هذا المشروع الذي يندرج في طارية توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد سدس أن يعزز تعهدات المملكة تجاه الانتقال التقي في المملكة وفي القارة الإفريقية ويرتقب أن يسمح بإحداثه أزداد من 200 منصب شغل مباشر مع الإسهام في أعداد معايير التمييز ولسيما في مجال الرقمنة والابتكار المتطور للموارد التقية المستدامة وتزويد إفريقيا بالكبلات وفي خبر منفصل ارتفع التسعر والنفط في التعملات الأسوية المبكرة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل وصعدت العقود الأجلة لخام برينت تسعة سنتات إلى ستة وسبعين دولاراً وسبعين سنتاً للبرميل فيما زاد خام غربي تيكساس الوسيطة الأمريكية عشرة سنتات إلى واحد وسبعين دولاراً وثمانية وستين سنتاً هذا ويتجه الخمان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة بدعم من إعلان مجلس الاحتياطية التي حدي هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل وفيما يخص أسعار الذهب فتتجه هذه الأخيرة لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاغ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزنة واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035 دولاراً وثمانية وثمانين سنتاً للأقية فيما ارتفع بواحد فصل ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع هذا وزادت العقود الأمريكية الأجلة للذهب بصفر فصل ثلاثة بالمئة إلى 2050 دولاراً نكتفي بعد القدر مشاهدي الكرام نلتقي بعد قليل في موجزاً لأهم الأنباء دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر